موضوع رؤية المملكة عشرين ثلاثين رؤية المملكة عشرين ثلاثين المثل يقول إذا فشلت أن تخطط فأنت تخطط للفشل رؤية المملكة عشرين ثلاثين رؤية خطة طموحة مستهدف نهائي شامل ما أحتاج أقول إيش أنجزت رؤية عشرين ثلاثين سمو سيدي ولي العهد قبل كم يوم واقع الحال كلها نشوفه لكنه أنا أعتقد شخصيا أنا كمسؤول أقول أهم شيء في الرؤية أنه خلانا حنا كمسؤولين نعمل كفريق بأسلوب تشاركي وتكاملي لتحقيق مستهدف وخط نهاية وهذا هو لأنه هذا هو المنهجية إذا في منهجية صح سنصل فما بالكم عاد الحمد لله المستهدفات لو تلاحظوا الكل يعرف المملكة الله حباها بنعم وثروات يعني المكان لا يكفي ولا الوقت نعددها لكن ثروات طبيعية مناظر جغرافية جميلة بحر وجبل وبر وسهل ووادي وأشياء جميلة وتراث وتاريخ أين سيتوظف أبنائنا وبناتنا في المستقبل؟ المملكة فجدت رؤية عشرين ثلاثين لترسم القطاعات التي نأمل إن شاء الله أنه ستوظف أبنائنا وبناتنا وتكون مصدر إراد وتكون مصادر لتنمية اقتصادية في هذا المناطق فتأسست وزارة السياحة تأسست وزارة الثقافة تأسست وزارة الرياضة تأسست وزارة الاستثمار تأسست وزارة الصناعة والثروة المعدنية لا أريد أن أعدد لكن الرؤية عملت إصلاحات هيكلية شملت تلات عشر وزارة أيضا إصلاحات إجرائية المواطن هو محور التنمية وهو شريك في هذه الرؤية والهدف هو تحسين الخدمة للمواطن وتنمية حياة وجودة المواطن لما نشوف حنا عدد الأنظمة التي تصلحت فقط في خلال كم سنة الماضية 72 نظام ولائحة عدد الأنظمة الآن التي تدرس في هيئة الخبرة وفي حوما من الجهات أكثر من 200 نظام ولائحة وأنت تعرف وأنا أعرف أن البنية التحتية التشريعية هي أساس لكل نجاح لأي شيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر